أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم سيكون على أول بحث عن تقسيم الزمن الجيولوجي بالنسبة لهذا الفقراء سنقسم المجموعة الفيديوهات لأن هذا الشرح يكون بالتفصيل وبالتالي لا نقسم لكم فيديو طويل ولكن سنقسمه إلى مجموعة الفيديوهات سوف نرى فيه سوف نرى فيه سوف نرى فيه كما تعرفوا العمر الأرض 4.5 مليار سنة وهو العمر الجيولوجي طويل جدا إذا الإنسان خلال هذا العمر الطويل فهو تطرح مجمعة الأسئلة على الأحداث الجيولوجية الكبيرة وقعت على سطح الكرة الأرضية مثلا بعض الجبال الضخمة لغيرت الشكل الخارج دي الكرة الأرضية متظهرت وكيفاش وماته متظهرت الديران صورات وكيفاش ختافت مش ملحق بزمانية الإنسان متظهر النباتات الكائنات الدقيقة كل هاد الأسئلة وكيفاش نقدروا ونجاوبوا عليها في هاد الفقرة اللي قد ندرسوا فيها مجموعة دي العناصر اللي قد تمكنها من تقسيم الزمال الجيولوجي لأنها ما كانت تحدثوا شو بمئة ولا مئتين ولا تلتمية سنة وكن كانت تحدثوا بملايير سنوات بمباحثة لكيفاش نقدروا نطمقعه في وسط السنوات الطويلة الجيولوجية اول حاجة بمباحثة اللي قد نطمقعه أو ما يسمى بالتنافر الجيولوجي إذن اسم على المسامة ديسكوردانس بمعنى يعني واحد جوج دي الطبقات مثلا هالطبقة للفوق مع الطبقة للتحت كي يبالي بلي كين فرق واضح بين تبوضع هالطبقة وتشكلها و هالطبقة للفوق دونك لاسيغي للتحت مع لاسيغي للفوق دونك لزيطاب دو فرماشن دين ديسكوردانس أو ما يسمى المراحل تكون هالتتنافر الجيولوجي أولا تكون عندي ديبو يعني توضع طبقات طريقة لي عادية وغيزونتال أبراي كي يوقع ليس كون نابل بليسمون و سوليفمون بليسمون يسوليفمون يعني كي تطوالي ديك الطبقات كتطوال بطبيعة الحال لتدخل قيوة الضغط في الجوانب يعني قيوة ضغط قيوة الضغط من بعد أشكي وقال أحد الجزء الخارجي ديكو اللي تيولي خارج ديال الماء لأن تكون عندي سوليفمون يعني الرفع ديال هالكوتل كتتعرض لحد دونك يختفي واحد الجزء منها من بعد عندها اختفائها يعني يبدأ 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 الترصوب من جديد يعني ديال نوفو ديبو دونك ملي كي يبدأ الترصوب من جديد كتترصب لي طبقات ترصوبية جديدة على الطبقات القديمة دونك هاد هاد النوع ديال ديال ديسكوردانس يسابل ديسكوردانس انجولار او ما يسمى بالتنافر الزاوية يعني تدي لي زاوية دا روغادي دونك يدي لي زاوية دونك يدي لي زاوية مع طبقات القديمة وطبقات الحديثة كتدي لي واحد الزاوية وبالتالي كان سميه ديسكوردانس انجولار دونك اللي كنا نديرو تعريف الديسكوردانس هو سيت ان كوكتاكت انرمال يعني واحد اتصال غير طبيعي بين جديد لسيري دوستخات انتر دو كوش جيولوجيك لكوش اللي بلي غيسونت روزانت روزانت المو سور ديكوش بلسي اي اغودي انترير من اصن ديبو يعني كتود علي طبقات وفقية على طبقات يا اما تعرضت للطي ووالحت دونك هاد الفرق بين اتهم كي تسمى لديسكوردانس دونك عندي دو تيب ديسكوردانس عندي نوع الاول تيب اللول ها هو من يتيكو عندي طبقات ملامزة تعرض للطي وطبقات للتعرض للطي شنو سنسميه كل واحد فيهم كيفاش شكل نبدأو باللول دونك غدي نووى پوزي ديكيشتون دابري سيدة فيجور هاد لا فيجور هاد ا او بي نومي لدي دو تيب ديسكوردانس جيولوجيك ومانتري كمان يلسك تيب ديسكوردانس جيولوجيك بلنسبال هاد الى كيششن راتتتعو غالي بان في الفرود ردو البال ري قطع دكم البروف هاد الى اتابة دو فرماشن ديسكوردانس ديسكوردانس جيولوجيك ديسكوردانس جيولوجيك كانوا يتعرض لطبقات القديمة لأي افنمون جيولوجيك يعني لن اتعرض لطي فقط تيتعرض لحاد وتوما تتوضعت عليها طبقات حديثة سوفرم لرسكو لكوشة الانسيان ننسبت كل إروسيان طبقات القديمة نتعرضت إلا للحاد ويقال رست parallيل لكوشة الانسيان تبقى متوازية مع الطبقات الحديثة التي تتوضع دي مانية هوريزونتال نشوفوا النوع الثاني لما نسمى ديسكو دمس انقلير سوفرم لرسكو لكوشة الانسيان انتوضعت عليها طبقات حديثة ويقال رسكو أولا قبل أن تتوضع لي الطبقات الحديثة تعرضت الطبقات القديمة الطي والحط ثم توفرت ظروف ترسو فتراصبت هالطبقات الحديثة اللي كيين في السطح غالبا اللي تكون عندي هالانقطع في الترسوب بمعناتك تغير لي وسط الترسوب كان مشي من وسط مائي لوسط هوائي لأن وسط الهوائي هو اللي تكون فيه الحط وبالتالي إعادة الترسوب من جديد طبقات الحديثة فهو دليل على تغير من جديد دروف الترسوب لإما صعود أو تجاوز بحري يعني كين لعندي البحر في هذه المنطقة من جديد وبالتالي ترسبت لي الطبقات الحديثة الآن غادي نحضروا على الحديثة للمتقلة الغير يجب أن يجب أن يأخذ في المتركة ويجب أن يكون المتركة وقال نفس المتركة ديبو دي سيد يمنسوا فورم دي كوش أوغزونتال من بعد بليسمان الاطاي بليسمان دي سي كوش سويت دي موذمن تكتونيك يعني لقواة تكتونية تعرضت هدي طبقات الطي من بعد إرسول دي بارتي سولووية دي كوش يعني الطبقات التي ترفعت تعرضت الحت من جديد عندي نوو ديبو ديوتخوك بلي غصونت يعني وتودع في الأخير طبقات جديدة على الطبقات القديمة الآن ، احتفظ ل quisصف مع الأهمية في المنظرات من يتصبحت في المنظرات المتحدة لذلك ، إنها تشكين ساحرة على المنظرات المتحدة نتراج هذا التنكس المتحدة جيولوجية إلى تواقف الاتراشس قوى الجهدية تدريبا من تحيطة الشعائط في نقاط المتحدة هذا ما هو أننا تعرفة حدود توابق الطابق داكو او سيستام والنظام دوك هاد الكلمة دي الاتاج السيستام غدي نشوفوهم يعني بتفصيل ما غنهدرو على ستخاتوتيب الان غنهدرو على سكوننا ببايل للاكين ستخاتيغرافيك او كتسمك ديلك للاكين ستخاتيغرافيك دوك ان لاكين هي فجوة فجوة يعني كيكون عندي طبقات موجودة في منطقة وغائبة في منطقة تانية وكنترحوا وتساؤل اين يعني يعني سبب غياب هاد الطبقات في المثالان لوكاليتي اكس وتواجدوها مثلا في منطقة اخرى اذا لاحظوا معايا بدوا بهاد الشرح ديل هاد الواثيقة شوفوو لوكاليتي اكس عندي ا بي سي دي هاد اللي استخاتيغرافيك اي لا نزافون لابسانس دو استخاتيغرافيك السؤال هو شنوقع من اللي توضعات هنا في نفس الزمن الجيولوجي هاد الطبقات وتوضعات هنا كذلك نفس الطبقات ولكن عندي واحد لكوش لي غائبة هادا هو سكونابيل للاكين ستخاتيغرافيك يعني غياب جزء من الطبقات ولا طبقات كلها غيابها وهذا سكونابيل للاكين ستخاتيغرافيك نتروحو سؤال باش تقدرو نفهمو للاكين ستخاتيغرافيك amoretنا حسنابيل باشيغرافيك هكما نفس hacer الفئوية منها المشربات لا حâce أمر النفخ من جسيغرافيك من الفئات عليские و сообщاتيغرافيك ما الذي كذلكل? زينة جناみ acompanố الأمر وكما لو أنظم كما Deeper هيب غياب هيب جواب درستي نظر يترجم إليه في حالي يجب أن يترجم إليه بمعنى يترجم إليه الأساسي في حالة لابسنس دين سترات أو لنسنبل دي سترات دونس سيري سيديمنتر يكون سيديمنتر أو لكين ستراتيغرافي غياب، طبقة أو مجموعة دية طبقات رصوبية يشكل الفجوة الإستراتيغرافية هذا هو الترجمة بالعربية الآن سوف نديرو إن إكسplication دي للا فرماشن دي لكين ستراتيغرافي كيفش تكون نتليه دي لكين ستراتيغرافيك دونك أولاً عندنا سكون نابل إن انترمبسيون دي سيديمنتر انترمبسيون توقف توقف الترسوب يعني با دو ديبو إن وبلزير كوش نسو ديبوز با دنزين رجيون كي يتاي بأتر إمرجي يعني هاد المنطقة مثلاً إذا كنا مثلاً خدينا هاد اليدو إكس إيغراج كانوا في نفس المنطقة لأن عنديها بحل أ دي لوكاليتي إيكس بحل أ دي لوكاليتي إيغراج بمعنى كانوا يترصبوا في نفس وسط ترسوب إلا لحظنا غياب با هذا دليل على دي لوكاليتي إيغراج عندي شنجمون دو ميليو دو سيديمنتاشون عندي واحد تغير في وسط ترسوب وبالتالي هاد المنطقة ديال إيكس كانت فيها شروط الترسوب والترسبات اليابي ألوك هنما كانش في شروط ترسوب ألوك هدو راه كانوا في نفس الزمال الجيولوجي داكو هادا راجع الى تراجع بحري تراجع بحري الماء السطح ديال البحر مبقاش وتراجع ليه تراجع بتالي هنا مبقاش فيه مبقاش فيه الماء بتالي ما يقدرش يكون عندي ترسوب وهاد المنطقة فيها الماء ديال البحر والترسبات اليابي من جديد عندي بحال هنا سي بحال السيف لوكاليتي إيكس إيغراج سي تدير ولو عندي نفس دروف ترسوب في إيكس إيغراج سي تدير كوا عندي عوثاني تجاوز بحري انتخونس غريسيو مغين بيبعنا عوثاني البحر تطلع من جديد ووصل للمنطقة إيغراج وتودعت لنفس الطبقة ديال السيف في إيكس إيغراج ومام شوز بحري ديال البحر هادا تراجع لازون سي تدير تراجع ديال الماء سي تدير سي تدير نوع هذا هو فجوة ترسوبية يعني راجعة إلى غياب ترسوب نوع الآخر نوع الآخر سي تدير او ما يسمى بفجوة ديال الحت هي راجعة إلى حت الطبقات غيابها عن طريق الحت دونك 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 عندي طوضع طبقات من بعد غياب هاد طبقات بسبب الحت ومن جديد طوضع طبقات دونك 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 تدير يوجد دورة الرسوبية وستراتوتيب وستراتوتيب وإذا أعجبكم في الفيديو لا تنسوا لايك وشكرا وشكرا على التعليقات والأسئلة شكرا على التتبع وشوفكم في الفيديو المقبل